وبعد استفحال جرائم القتل والخطف أطلق وزير الداخلية قاسم الأعرجي حملة جعفر الدوري للحد من الجرائم في عموم العراق الحملة سميت باسم طفل يتيم في الخامسة من عمره كان قد اختطف واعتدي عليه جنسيا ثم قتل في حي القاهرة بالعاصمة بغداد حسب ما أعلنه وزير الداخلية وكانت القوات الأمنية قد ألقت القبض على شخص اعترف بخطف طفل من الحي الذي يقتل فيه والاعتداء عليه جنسيا ثم قتله أبناءكم وإخوانكم في وزارة الداخلية يبذلون الجهود متواصلين في أداء الأمانة في ملاحقة المجرمين والقتلة الذين يحاولون العبث بأمن المواطنين وإشاعة الخوف ووعب يوم 16 قام أحد المجرمين بخطف الطفل البري جعفر هيثم ضياء رشيد الدوري من حي القاهرة وثم القيام بجريمة الإختصاب وقتله الحادث وقع يوم 16 ساعة خامسة عصرا تعلن وزارة الداخلية عن قيامها بحملة جعفر الدوري لملاحقة المجرمين وليعلم الجميع أن كل الجرائم التي حصلت متابعة وشكلنا فوق مختصة بذلك ترجمة نانسي قنقر